الجيش العظيم يبقى عندك شرعية دولية النهاردة وشرعية قانونية ايه هم الشرعية الدولية وقانونية عندنا في القانون الدولي تهديد المباشر لانك القومي امن الميت مليون لارضك وسرواتك وحدودك اللي هو امن الميت مليون اللي هو موجود هنا لو انتقل هنا اذا قررت الميليشيات والمرتزقة قرروا ان احنا رايحين سيرت الجيش المصر يتدخل رايحين هنا الجيش المصر يتدخل وقفين في مكانهم مهر رئيس النهاردة قال لهم خيارين مش تلاتة خيارين ايه هم الخيارين يفضل في مكانك اللي قاعد في الغرب يفضل في الغرب واللي قاعد في الشرق يفضل في الشرق اللي قاعد في الغرب يقرر انه يتجه شرقا يبقى مصر موجودة بجيشها اللي شفتوه النهاردة جزء منه واللي ما شفتوهش النهاردة يبقى مين اللي على المسئولية على المرتزقة واللي بيشغل مرتزقة لازم يفهموا رسالة مصر النهاردة لان هي رسالة جاي من منطقة الغربية جاي من سيدي براني يعني انا النهاردة سيرت دي تبعد عن بني غازي حوالي خمسمائة كيلو هي في منتصف تحديد تحديدا في منتصف ليبيا الخط ما بين الشرق والغرب الغرب ترابلس اللي قدام حضراتكم قدامنا ترابلس ايه خمسمائة كيلو من سيرت وبني غازي خمسمائة كيلو من سيرت سيرت هنا في منتصف هي التي تربط ما بين الشرق وغرب ليبيا سيرت اللي فيها الميناء اللي فيها مطار اللي فيها قاعدة عسكرية اللي فيها السروات اللي هي لها اهمية كبيرة بالنسبة لكل الاشقاء في ليبيا مصر النهاردة تتحرك من غرب حدودنا الغربية تتحرك مصر النهاردة برسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لللي عايز يتكلم او اللي عايز يقول هي مصر كانت فين مصر طول عمرها على مدى السنوات الماضية لم تتحدث ابدا بهذه اللغة تحدثت عندما وجدت هناك غزو حقيقي من جانب تركيا عندما وجدت الاف الميليشيات الارهابية التي نقلهم اردوغان الى الاراضي الليبية تحركت مصر لانقاذ الشعب الليبي وبالمناسبة ترجمة نانسي قنقل شكرا